السلام عليكم أخواني مساء الخير إن شاء الله أمكم كلها طيبة خلينا نتحدث معكم اليوم على واحد الموضوع ثم جد مهم لأن نسميه جلد الذات جلد الذات بعض الأشخاص سبحان الله العظيم حبوا يفهمونا حبوا يقولوا وحبوا نفهمو أن الله سبحانه وتعالى الله الكريم العادل حبوا يقولوا أن الله سبحانه وتعالى عندما ينزل رحمة تعوى من السماء فيقول لها أن رحمة تعوى هذا يوصيها بأنها تنزل على كل دول العالم باستثناء بلد واحد وهو الجزائر يقول لها أن انزلي يا رحمتي على كل دول العالم باستثناء الجزائر لا تنزلي على الجزائر تعالى الله عن هذا الله سبحانه وتعالى من صفاته العدل فأنا نقول أنه مثل ما هو موجود كل الأشياء الجميلة والأشياء غير محبة لا نقول لك شيءautre أ Talent الجزائي ليست استثناء الجزائي كذلك بلد ينتمي إلى المجتمع الدولي الجزائي لها ما له وعليهاânه تم الفيء وأكيد منينعهم نقائص ولكن ليست استثناء في الجزائي هي الأشياء جميلة هناك بعض القوانين هنانا أuousنا في بريطانيا جدا صراحة أننا ن caughtTHE C фA HAWAVE موجودة في الجزائر لا توجد هنا حتى في بريطانيا في المجتمعات المتحدة لا مش موجودة وكائل نقائص طبعا انا حبيت فقط نتحدث على واحد الشيء اللي انا نسميه جلد الذات هذو الاشخاص هما اللي يحبوا ويتفنوا انهم يجلدون انفسهم فقط يتحدثوا فقط على السلبيات السلبيات فقط يعني يحاول يجعلك انه هذه البلاد هذه جهنم ويوجد كل الاشياء القبيحة فيها كل الاشياء غنم المحببة فيها كل الاشياء لا يوجد فيها اي شيء جميل الغالب في الامر انه هذو الاشخاص يعني سواء كانوا داخل الجزائر او خارج الجزائر وما هم ما يطيرش دائما يكونوا دائما سلبيين هم دائما سلبيين هم دائما يجلوا في انفسهم وهم دائما يتحدثوا بكل سلبية على الجزائر يعني وكأن الله سبحانه وتعالى مثل موتكم ينزل رحمة تاو من السماء يقولها يوصيها بان تنزل على كل دول العالم بالستنة الجزائر خلينا ما نتحدثش على هذا الاشخاص حبيتنا نتحدث على شيء اخر لموجود في معظم الشباب عندنا في الجزائر انا من الداخل في واحد مشروع ثم ان شاء الله دعولي ربي يوفقني فيه مشروع نشتغل مع الشباب الجزائري اه المشروع هذا هو الكلف المشروع الهدف من هذا المشروع هو انه كيفاش نحاول انه نعيد الشباب الى ان يصير يهتمون بأشياء العام هذا هو المشروع اللي قاعدين نشتغلوا عليه كيفاش نعيد الشباب إنهم يهتمون بالشأن العام لأنه الشباب بتاعنا حق صراحة يعني صار بينه طلاق ما نقولكش السياسة لا مش السياسة لا مش حدث على السياسة لأنه من الغير المحقول أنه كنا 40 مليون كنا رجال سياسة لا فقط نتحدث على الشأن العام هل أنت تهتم بالشأن العام أو لا تهتم بالشأن العام هذا هو الشيء الذي يعمل الفرق هناك من يعني صخر نفسه في العمل السياسي هناك من نشطاء سياسيين هناك من هو طبيب هناك من هو يعني إعلامي هناك من هو أستاذ جامعي هناك من هو داعية من هو إمام مسجد يعني كلهم يعني كل واحد يعني مش الجميع يكون يعني يكون نشطاء سياسيين ولكن كل واحد عاقل وبالغ من المفروض من المفروض أن يكون مهتم بالشأن العام يكون مهتم بالشأن العام فهذا المشروع اللي أنا قاعد نشغل عليه مع جهة جهة رسمية على كلين الغاية في الأمر أنه سبحان الله العظيم الدنيا هذه كثير من المتناقضات فيها فيها كثير من التناقض في هذه الدنيا مثل ما نشوفه الليل عندنا النهار عندنا السماء الأرض عندنا طويل قصير عندنا غني فقير عندنا مريض عندنا واحد سليم عندنا يعني عالم جاهل عندنا كثير من متناقضات في هذه الدنيا كذلك في الأفعال تعني التصرفات تعني نشوف كثير من التناقضات في الموضوع اللي أنا نتحدث عليه التناقض اللي موجود في الموضوع اللي أنا نتحدث عليه أنه سبحان الله العظيم تجد أغلب الشباب عندنا في الجزائر مشبعين بروح الوطنية كلهم يحبوا الجزائر كلهم مشبعين بروح الوطنية ولكن ربما تشوفهم يعني هما يتمنون الأمنية تاحهم أنهم يسافروا ويعيشوا في بلاد الغربة وخاصة أوروبا هذا تناقض يعني تشوفه ربما حتى يسبل بنفسه ويروح يحرك في البوطي باش يصل إلى الجهة المقابلة لو تتحدث له على الجزائر تجدوا أنه هو مواطن من الدرجة العالية يحب بلده يحب الجزائر ولكن الشيء المغيب هنا لماذا هذا الشيء وهذا هو اللي نريدكم أنكم تنتبهوا معي في هذا الشيء اللي خليهم يعني اللي غائب في هذا هو أنه هذا الشباب أغلبهم ما هوش مشبع بروح المواطنة عنده الوطنية ولكن المواطنة عنده غايبة غايبة المواطنة ربما حتى ما يعرفش أنه ما هي المواطنة المواطنة يعني فيه تعريفها يعني هو أنه عندك أنت عندك عندك تو بارتيز عندك جهتين عندك الشخص المعنوي هذا اللي هو المواطن وعندك قوة سياسية اللي هي الدولة هناك علاقة بين المواطن وبين القوة السياسية وهناك التزامات الالتزام تعد المواطن نحو الدولة التعو اللي هي الولاء للدولة التعو والالتزام تعد الدولة باتجاه المواطن التعو هو هي الأمن والرفاهية في أمران اثنان هو الأمن والرفاهية الأمن هو نعافوه يعني هو الأمن كان عنده ثلاث أبعاد إلى حد قريب كان عنده ثلاث أبعاد وصار عنده البعد الرابع اللي هو الأمن البري الأمن الجوي والأمن البحري الآن صار هناك بعد رابع في الأمن وهو الأمن السبرياني مع الطرور المعلوماتية والتقدم التكنولوجي هناك كذلك الأمن السبري فالدولة لازم تضمن الأمن الشيء الثاني كذلك لازم تضمن الرفاهية رفاهية المواطن ورفاهية المقيم ورفاهية الزائر العابر على البلد هذه مهمة الدولة ولما نتحدث عن الرفاهية كذلك ربما نتحدث عن الرفاهية هناك ثلاث أو أربع أبعاد في الرفاهية هي الحق في السكن الحق كذلك في التعليم الحق في الصحة والحق الرابع وهو للأسف الشديد يعني هو ربما مغيب في أغلب الدول العربية خاصة ذات النظام الجمهوري وهو الحق في الاستجمام الحق في الاستجمام وعيد مرة ثانية هو الحق في السكن الحق في الصحة الحق في التعليم والحق كذلك في الاستجمام ماذا أقصد بالاستجمام؟ أنه هناك تكون هناك أماكن للرفاهية للمواطن مساحات خضراء تكون مرافق مريحة مساحات خضراء هناك أندية للرياضة أندية للمتقاعدين أماكن ليغضوا فيها المتقاعدين أوقات فراغهم هذا هو الحق في الرفاهية والاستجمام هذا والرفاهية كذلك هو حق المواطن في بعض الدول المتقدمة الآن صارت حتى يتحطوا على الحق في الانترنت يكون عنده على الانترنت يكون عنده الانترنت مجاني في البيوت كثير من الدول التي تحدث على هذا الشيء هذه العلاقة هذه أو هذا الالتزام بين المواطن والدولة يكون دائما مبني على ماذا؟ مبني على أساس ماذا؟ على أساس العدالة كلما تكون هناك عدالة بين المواطن والدولة تكون هذه العلاقة متينة وتكون هناك قوية والعكس صحيح العكس يحدث فنجع مرة ثانية أنا لم أحبت تقييم للعلاقة بغاية ما أنا حبيت نقول فقط لماذا نجد هذا التناقض في أغلب الشباب أنه تجدهم يعني عدهم الوطنية عالية كثير ولكن المواطنة غايبة عليهم ما عدهمش المواطنة المواطنة مثل ما قلتكم هي مبنية على العلاقة التي تحدث عليها المواطنة ربما في تفسير في 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 تعاملنا مع المواطنة السلوك تاحنا راح في ماذا السلوك تاحنا في المواطنة اللي يتحلى ب بقدر عالي من المواطنة نشوف السلوك تاحو في ماذا آآ نشوف السلوك تاحو أنا كنت حاب نضي عشر دقائق تسجيل السلوك تاحو هذا يكون في ماذا يكون في ربما يكون في الالتزام تاحو بالعمل أوقات الدوام يروح في أوقات الدوام في ساعة الدوام يعني يبتدي في ساعة الدوام يكون يحترم ساعة الدوام في بداية العمل وفي نهاية العمل يكون في حق الجهر في حق المحيط يعني يكون يلتزم أنه يعني ما يعملش يكون يحافظ على المحيط الخارجي يكون هناك يحترم كذلك المرة مثل المواطنة أنه لما يشوف أنه هناك ربما يتوقف عن إشارات المرور يحترمها يحترم القانون العام لا يزعج الآخرين يعني في المناطق العامة كذلك إذا كانت هناك قوانين تنص على أنه يعني ربما مثلا يعني لا يسمح بالتدخين فهو يحترم هذه الإشارات هذه الموجودة هذه فحقه يعني أنه يحافظ على هذا الوطن مش فقط يحب هذا الوطن ولكن يحافظ على هذا الوطن الغيب في العامة أنه في غارب الدول العربية والذي هي ليست استثناء أنه تجد أنه الوطنية مؤشر الوطنية عالية كثير ولكن المواطنة ضعيف في الدول المتقدمة الدول الأوروبية والدول الأسمانية تجد العكس تجد أنه عندهم المواطنة عالية كثير ولكن الوطنية ربما تكون تسأل اي مواطن بريطاني اذا كان بريطاني تسألوه تعطيني ما هو نشيد الوطني البريطاني ما يعافوش تقولوا تعطيني التاريخ على التاريخ البريطاني يعني على التاريخ البريطاني ما يعافوش ولكن تلقي عندهم المواطنة عالية كثير يعني فانت يعني مثلا انا في السيارة الان لو نعمل المحرك تاريخ لان انا نشعل السيارة التاعي وتكون تلوث البيئة بدون ما نستعمل السيارة وحتت معي وان تكون المحرك يكون شغال وانا ماش نستعمل السيارة ليست متوقف فقط حتت معي انه وكانت فيها عجوز كانت ماروة عالية جاءت لي اطفئ السيارة لانك انت ماش تتعمل السيارة وركعت تلوث البيئة فهذا هو اليوسيفيزم هذا هو المواطنة التي ينتحدث عنها يكون هناك وعي كيفاش تحافظ على البلد تاعك كيفاش تحافظ على البيئة كيفاش انك تحافظ على هذا الوطن الذي كنت لأبنائك وكذلك لأحفادك في المستقبل فقط يعني تخيلوا معي انه قلت لكم يعني موجودة في الوطن في الدول والجزائر خاصة هناك رسيد من الوطنية ولكن المواطنة ضعيف رسيد المواطنة ضعيف بزاف موجودة في الدول الغربية فيه العكس هناك مواطنة عالية كثير ولكن الوطنية ضعيفة شئ فتخيلوا معي انكم يعني لو عدنا احنا في الجزائر لو احنا نوصل بالشباب التاعنا لانه الشباب هما ثروة الامة هما الذي يكون عندنا شباب هما يكون عندهم المؤشر التعلق الوطنية ومؤشر المواطنة يكون كذلك عالي كثير ووطنية مع مواطنة ماذا ستكون النتيجة أنتم تسلقوني تعليق في التعليقات نتمنى انه نقراها ماذا يكون النتيجة لو كان عندنا شباب عنده وطنية عالية كثير وكذلك مواطنة عالية كثير فماذا ستكون النتيجة أتمنى أنكم تشاركوا بتعليقاتكم إلى أن أترككم التجريب قادم أقول لكم السلام عليكم